اجبرت ازمة البنزين المتكررة والمستمرات في بعض المناطق المواطنين على اللجوء للشراء ما يحتاجونه من محروقات من السوق السوداء والتي برزت اكثر في مناطق الجنوب والغرب الليبي بالاضافة الى مدن جبل نفوسة ويباع القالون 20 لترا في مدينة كاباو الجبلية ب30 دينارا بما يعادل دينارا ونصف دينار للتر اي عشرة اضعاف سعره الرسمي والمقدر ب150 درهم للتر ليس ببعيد عن كاباو وفي مناطق بباطن الجبل بدر والتيجي يباع القالون الواحد هذه الايام ب20 دينارا اي ما يعادل دينارا وربع دينار للتر ويباع القالون في مدينة غاد بسعر يتراوح بين 25 و35 دينارا اي بمعدل دينار وربع دينار و75 درهما للتر الواحد بالرغم من تدفق البنزين بشكل متقطع لبعض المدني الا ان السوق السوداء اصبحت موجودة دائما وتعود المواطن عليها حتى وقت الازدحامات البسيطة لتكون هي البديل المكاسب غير مشروعة جعلت من مصلحة التجار استمرار امد الازمة لتحقيق مكاسب مزدوجة فالتهريب لدول الجوار من شهن خلق ازمة تعود على تجار السوق السوداء بالكسب وغالبا ما يمول تجار التهريب ذاتهم اولئك الذين تتعثروا تجارتهم احيانا لأسباب عدة رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط قال في وقت سابق ان عمليات التهريب تكلف ليبيا 750 مليون دولار بالمقابل تسعى الاجهزة الامنية في البلاد لفرض حالة الامن تخوفا من المزيد من عمليات التهريب عبر البري والبحر اشتركوا في القناة